طيب دلوقتي هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن حاجة ليه علاقة برضو بالموليد الجدد لكنها حاجة بقى طبية حاجة اسمها مقياس أبجر أو أبجر سكور تمام؟ أبجر سكور أو مقياس أبجر اتكلمنا عن المواصفات القياسية الجسمانية للمولود بعد الولاد لكن أنا دلوقتي بقى عايز أعرف حضراتكم على مقياس طبي يعني إيه مقياس طبي؟ يعني الأطباء هم اللي بيعملوه للمولود بعد الولاد وده بيتم داخل غرفة الولادة إذا كانت ولادة طبيعية أو غرفة العمليات في حالة الولادة القيصرية طيب حد دلوقتي حالا دلوقتي من اللي بيتفرجوا علينا كده يقول طيب لما هو مقياس طبي إيه ضرورة إن إحنا نعرفه أو نعرف عنه؟ هم؟ هقول لكم الإجابة الإجابة إننا أولا لازم نبقى عارفين التقييم الطبي لحالة الطفل لأن اللي تولد ده ابننا أو بنتنا يعني ده من صميم حقوقنا يعني ومن صميم الفطرة الإنسانية إن إحنا نبقى عارفين طبيا هو حالته إيه؟ ثانيا وده الأهم لأنه بناء على نتيجة التقييم ده اللي هو الأبجر سكور ده بيتاخد قرارات مهمة جدا خاصة بالمولود أقول لكم قرارات زي إيه؟ هقول لكم زي إنه مثلا إنه يخرج بسلامة الله مع مامته وبابا بعد تمام عملية الولادة في الولادة الطبيعية أحيانا بيخرجوا بعد يعني في نهاية اليوم وأوقات كتيرة دلوقتي بقوا ميفضلوا إنه يخرج صباح اليوم التالي في الولادة الطبيعية يعني في الولادة الطبيعية الطفل ومامته بيخرجوا من المستشفى بيغدروا مكان الولادة في الولادة الطبيعية يأما في نهاية اليوم لو كانت الولادة تمت بدري يأما في تاني يوم الصبح أو في حالة الولادة القيصرية أحيانا بيبقى برضو الاحتياج إلى المستشفى إنه الطفل بيقعد في المستشفى يعني حوالي أقل من 48 ساعة يعني الأم والطفل بيخرجوا بسلامة الله على طول وده أمر اللو علاقة كمان هنا بالأم بقى أكتر مش بس بالمولود لأنه الأم بتكون عاملة عملية اسمها الولادة القيصرية يبقى ده أول قرار بيتاخد بناء على مقياس أبجر أو أبجر سكور ممكن يتاخد قرار أن الطفل ده لقدر الله محتاج رعاية طبية طب رعاية طبية بقى من أي درجة رعاية طبية متوسطة مثلا أو لقدر الله هيحتاج ما هو أكثر من ذلك زي الرعاية المركزة مش أنتوا تسمعوا عن أطفال يقولوا الطفل ده محتاج أنه يدخل الحضانة القرار ده أنه يدخل الحضانة أو ما يدخلش الحضانة أو هنحطه تحت الملاحظة شوية أو محتاج حاجة اسمها رعاية متوسطة كل القرارات المهمة دي الخاصة بمولودكم ولد أو بنت أو خاصة بحضراتكم كأم وأب جداد ليها علاقة بالتقييم الطبي اللي أنا هكلم حضراتكم عليه وهو مقياس أبجر أو الأبجر سكور أبجر سكور ده مبدئياً اسمه كده نسبة إلى من وضعت أصص هذا التقييم لازم نتكلم عنه أي حد أفادة البشرية بشيء لازم نجيب سيرته ولو بعد عشرات السنين ومن وضع هذا التقييم هي دكتورة أمريكية اسمها فيرجينيا أبجر واتولدت هي في يوم 7 يونيو عام 1909 وتوفاها الله في السابع من أغسطس عام 1974 هي بالأساس كانت طبيب التخدير بالمناسبة وتعتبر من مؤسسين علم ملاحظات حديثي الولادة وتشوهات الولادة وبالمناسبة برضو هي تخرجت واشتغلت في كليات الأطباء والجراحين في جامعة كولومبيا طيب مقياس أبجر ده بقى بيتعمل إيه؟ بيتعمل خلال دقيقة يعني بيتعمل بعد دقيقة واحدة من الولادة وبعد خمس دقايق يعني كل الناس اللي بيخرجوا بكارت الولادة كده تلاقوا من ضمن المستندات اللي الطفل بيخرج بيخرج بها أو يعني بنخرج بها فتلاقوا مكتوب مقياس أبجر بعد أفتر وان مينت لقوا رقم أفتر فايف مينت بتلاقوا رقم لأنه بيتم عملوا بعد دقيقة من الولادة وبعد خمس دقايق من الولادة طيب هو عبارة عن إيه بقى الأبجر سكور اللي أنا عايز حضراتكم تعرفوا عنه ده هو عبارة عن تقييم خمس جوانب رئيسية عن المولود بنقيم خمس حاجات خاصة بالمولود مالاش دعوا بقى بالوزن ومالاش دعوا بالطول ومالاش دعوا بمحيط الصدر ومحيط الرأس خالص خالص دي حاجات بقى تانية خالص إيه هم بقى الخمس محاور أو الخمس عناصر اللي بنقيمهم في أبجر سكور ده أولا لون المولود ثانيا النبض اللي هو معدل ضربات قلب المولود ثالثا الاستجابة للمؤثرات رابعا قوة العضلات عند المولود المولود ده عنده قوة عضلات وخامسا معدل التنفس خمس نقط كل نقطة من النقطة الخمسة دول بتاخد درجة في التقييم أقل درجة كام صفر وأعلى درجة اتنين ترجمة نانسي قنقر